مرحبا بأخبار المسألة اليوم رح نبدأ من الموضوع الحكومة بين البيان الفرنسي ومبادرة بره مجدد الملف الحكومة وشيء اللي عم بعرق الحكومة تقرير نانسي صعب ليست المرة الأولى التي يصارح فيها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اللبنانيين ويضعهم في حقيقة ما يحصل وحكوميا بات محسوما لا حكوم خارج المثاق والدستور والتوازن والقدرة على مواجهة التحديات وفي الوقت الذي يحاول أن يكسبه الرئيس المكلف بالضغط لتشكيل الحكومة التي يريد تلفت حركة ديبلوماسية مصرية بصورة خاصة وحراك محلي تتصدره عين التين اليوم التي زارها المفادان من بكرك الوزير سجعان أزي والمسؤول إعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض التي تهتم بتشكيل حكومة اختصاصيين لا ثلثة ضامنة فيها وتراعي المثاق والدستور أظن بأن تكامل الجهود بين كل مرجعيات الخير والوطنية في هزة البلد يمكن أن يؤدي إلى الخروج من هذا المأزق في حيل مثل ما يقول غبطة البطرق دائما صفت النياد وجلس الرئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف في جلسة وجدانية لتأليف حكومة طال انتظارها لدى عين التين مسعى لم تعرف منه إلا خطوطه العريضة جدا توسيع حجم الحكومة إلى 24 على قاعدة 3-8 لا ثلثة معطلا كما يسمى فيها لأحد مصادر بيت الوسط تقول أن الحرير بانتظار الطرح المتكامل انتلاقا من مسعى بر الذي بدأ قبل أيام لأن المبادئ الأساسية التي يرتكز إليها الحرير لا تزال قائمة وفي التفاصيل تقول مصادر بيت الوسط أن طرح بر يقوم على أساس 3-8 وتسأل هنا من ضمن أي كتلة يحتسب وزير طلال إرسلان مثلا لكن الجديد هو انفتاح الحرير على البحث في زيادة عبد الوزراء انتلاقا من أنه يرفض أن يتحمل مسؤولية عدم تشكيل الحكومة إذا كان الأمر مرتبطا فقط بعدد الوزراء شرط أن تكون من اختصاصيين ومن دون ثلث معطل ومن ضمن طرح متكامل من قبل رئيس الجمهورية على ما تقول مصادر بيت الوسط لافتة في المقابل إلى أن حديث الرئيس عن لصحيفة الجمهورية بالأمس غير مشجع وما امتنع الحريري عن التعليق عليه إلا أعطاء فرصة للحراك القائم حاليا أما العمل على لقاء بين الرئيس عون والحريري فتقول مصادر بيت الوسط إن الرئيس عون بمجرد مبادرته للطرح المتكامل فإن الحريري لا يتوقف عند مبادرة لعقد مثل هذا اللقاء بل سيتوجه إلى بعبد للتشكيل في السياق المتصل تشير معلومات الأوتيفي إلى أن الحريري أعطى موافقة ضمنية لبر على رفع العدد عن 18 وزيرا وتضيف أن بعبد وميرنا الشلوحي لم تتسلما شيئا بعد حول طرح بره ولم تسمعا به إلا في الإعلام لفتة إلى أن حزب الله تواصل مع بعبد والتيار وهنا يلفت مقاله رئيس الحزب تقدمي الاشتراكي وليد جملات لموقع النهار فالرجل الذي رفض المطالبة باستقالة الرئيس عون اعتبر أن الأهم يكمن في كيفية إزالة سوء التفاهم بينه وبين الحريري من أجل تشكيل الحكومة لافتا إلى وجود من دخل على خط التسوية بعد زيارته للرئيس عون وأسقطها ليقول أن الإيغو عند البعض أسقط التسوية وفي الوقت المستقطع كان تدخل الفرنسي الحاد النبرة في بيان وزير الخارجية الفرنسية جانيف لودريان وتشير مصادر ديبلوماسية في بيروت إلى عدم وجود إشارات أوروبية حاليا لفرض عقوبات على شخصيات لبنانية لكن بيان لودريان يؤكد نية فرنسا بالذهاب إلى العقوبات خصوصا أن لودريان في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبية بالأمس تحدث عن إطار للعقوبات وتضيف المصادر عينها أن الاتحاد الأوروبي يحث فرنسا إلى التجانس في أي عقوبات تنوي فرضها علما أن آلية فرض مثل هذه العقوبات في الاتحاد الأوروبي هي آلية طويلة ومعقدة لكن اختصارها ممكن المصادر ديبلوماسية نفسها تقول في المقابل صحيح أن بيان لودريان هو خطوة باتجاه العقوبات لكنه أيضا خطوة باتجاه الضغط لتسريع تشكيل الحكومة وفي هذه النقطة تلتقي المصادر ديبلوماسية مع مصادر مطلعة على مواقف حزب الله لتقول أن البيان الفرنسي ربما يكون في إطار الضغط لا أكثر إذ لا يمكن الجمع بين المبادرة للحل والعقوبات وبعيدا عن كل هذه التفاصيل تنتهي قراءة سياسية للوضع الحكومي إلى خلاصة وحيدة لمعرفة معرقلي التشكيل اقرع باب التطقيق الجنائي دعا تكتل لبنان الأول رئيس الحكومة المكلف إلى المبادرة لتقديم صيغة حكومية بتستوفي شروط المساء والدستور والاختصاص وذلك بالضوء المواقف الداعية للخروج من المراوحة ومن عقدة عدد الـ 18 المصطنعة لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة وأكد تكتل لبنان الأول خلال اجتماعه الأسبوعي أنه كل الحجاج يلي عم يجرى تسويئة لأتهامه بالعرقلة سقطت بعد ما تأكد أنه لا مطالب محددة وجامدة للتكتل كما يروج هو ينظر بأمل وإيجابية إلى كل مبادرة ومقترح يتقدم في أي طرف وكرر وهو يكرر أيضا أن الحلول كثيرة إذا ما صمم دولة الرئيس المكلف على تأليف الحكومة بحسب الأصول وأيضا نوه تكتل لبنان الأول بإقرار مجلس النواب لأنون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد ورأى أنه الغاية من تشكيل حكومة المهمية اللي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الالتزام الجدي بتنفيذ التديق الجنائي اللي هو الشرط الأساسي لدى الجهات الرغبة بدعم لبنان ولاحظ أيضا تكتل لبنان الأول أنه كلما اشتد الضغط لتنفيذ التديق الجنائي عم تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتميع الموضوع تحت عنوين التديق الشامل وبهذا الإطار أعلن التكتل أنه يؤيد التديق بجميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون أنه يكون هذا الشيء سبب لتأخير التديق الجنائي بحسابات مصرف لبنان الموقع بموجبه عقد خاص بهذا الموضوع وهو المدخل الإلزامي لتديق بكل حسابات الدولة وأيضا نعتبر التكتل بهذا السياء أنه عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت بحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريرة عام 1994 علما أنه التكتل عضرت عليها ورحب أيضا بأي إجراء عبقوم فيه وسيقوم بيه الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة لبنان للقيام بالتحقيقات اللازمية التي بتبين مكامل الهدر والفساد وأيضا بتبين المسؤولين عنه وبتكشف الأموال المحولة استنسبيا إلى الخارج وشدد على أنه بينظر بكثير من الأمل إلى الإجراءات الأوروبية يلي سبق أن طالب فيها بإطار القوانين الدولية وبما يضمن احترام سيادة لبنان لأنه من شأن الضغط على المسؤولين لبنانيين المسببين للفساد والمعرقلين للأصلح بموضوع أيضا موازي شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على أن لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة التدعيات السلبية للنزوح وهو لا يملك طرف انتظار الحل السياسي كشارط لعودة النازحين السوريين أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الممثل الجديد للمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان آياكي إيتو أن لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة التدعيات السلبية لهذا النزوح وأحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية ما يفرض العمل وبسرعة من أجل تسليل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسع في سوريا آمنة وأكد الرئيس عون أن معالجة أزمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لسيما وأن لبنان لا يملك ترف انتظار الحل السياسي كشرط لعودة النازحين خاصة وأن التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول والأدلة كثيرة ومنها الأزمة القبرصية المستمرة منذ عام 1974 وأزمة فلسطين منذ عام 1948 ولفت الرئيس عون إلى أن لبنان أن يتطلع إلى الاجتماع في بروكسل المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة على أمل أن تصدر عنه قرارات تساهل عودة النازحين وتضع حدا لمعاناتهم وفي بعد أجل رئيس الجمهورية مع النائب اللواء جميل السيد جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة وأوضح النائب السيد أنه عرض أيضا للوضع الحكومي على ضوء تعثر محاولات التشكيل في ظل ترد الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية وحاجات الناس وعدم جدوى النصوص القانونية إذا لم تنفذ وعندما الحكومات لا تنفذ القوانين تكون مسئولية المحاسبة من واجب مجلس النواب وأما إسقاط الحكومة أو إيقالة الوزير المختص وهذا لم يحصل في أي مرحلة من المراحل السابقة لأن مهمة المجلس لا تقتصر على تشريع بل المراقبة والمحاسبة بالدرجة الأولى وأستقبل رئيس عون مطران الكلدان في لبنان المطران ميشيل قصرجي الذي أطلعه على نتائج زيارة قدسة البابا فرانسيس إلى العراق واللقاءات التي عقدها مع أبناء الشعب العراقي وأبناء طائفة الكلدانية وأحبارها بعد عشر تيام على أطلاع حاكم مصرف لبنان وزير المالية على إجراءات من شأن تخفيض سعر صرف الدولار الوزير وزني عم بيجدد اليوم التأكيد على أهمية الإجراءات فأين باتت على أرض الواقع؟ الإجراءات التي سيقوم بها حاكم مصرف لبنان تساهم في تخفيض واستقرار سعر الصرف هذا ما أعلنه وزير المال غاز وزني الاثنين فإن باتت هذه الإجراءات ولسيما فيما يتعلق منها بالمنصة المنوي إطلاقها أقل له المنصة هي واحدة من الإجراءات بس كمان فيه إجراءات تانية نحن نقول عمنا أن هذه الإجراءات كمان داخل فيها مثلا بيقول معنا الاتبار السيولي اللي تم تكوينها بالخارج واللي قصم منها بديو رجع أي شيء على لبنان بس كمان إشيات تانية متعلقة لأحتياطات الإلزامية اللي بيفرضها مصرف الاثنين على نشطات المصارف وإلى مكاها وكلهم رح يساعدوا بطريقة أو بأخرى تحتى مثل ما بقوله يصير فيه توفير أكثر أو يصير فيه وفرة من الدولار لتلبية للطلب على المنصة المعلومات الأولية تفيد بأنه اتفق خلال اجتماعات المجلس المركزي في الأيام الماضية على أن يستثنى بالمرحلة الأولى الأفراد من الاستفادة من المنصة التي ستشرك المصارف بعمليات صيرفة على أن تكون للتجار وكبار الصناعيين والشركات وهذه الخطوة من شأنها أن تخفف الضغط على الصرافين وبالتالي تخفيض هامش الفرق بسعر الدولار ما بين السوق الموازية والمنصة ممكن أنه نقول أنه ب16 شهر ممكن تكون هذه التقديرات أنه يتم بدء العمل فيها بس بدنا نعرف نعلم أنه هذه رح يتم تغذيةها بذات الطريقة اللي كانت تغذى فيها السوق السوداء يعني بذات الأنظمة هلأ فيه لعبان جديد فيتين عليا اللي هني بالدرجة الأولى المصارف ومصرف لبنان وبما أنه الطلب صغير أكيد ما رح يكون فيه مشكل على هذا الصعيد أنه الطلب هو مؤسسات بحث تجاري صناعي زراعي ما رح يكون فيه للمواطنين إمكانية بالمرحلة الأولى أنه يطلبوا عن هذه المنصة لأنه طلب تبعهم كتير كبير بفوق درجات كتير كبيرة عملية المنصة أو حجم المنصة صحيح أنه سعر 10 تلاف هو سعر قادرين بكل سهول أنه يقدروا يحطوه بالمنصة لأنه بيوفروا دولارات يعني كعرض يعرضوا دولارات أكتر بس الإشكالية أنه فيه عندنا هالضغط السياسي الكبير وفيه عندنا عملية التهريبية المفتوحة على مصرحيها وبالتالي نحن نعتقد أنه ممكن ينزل السعر لمستوياته يمكن بعد أكتر من هكذا لأنه مشاله هو السعر الاقتصادي طبع الدولار مقبيل الليلة وبانتظار موعد 16 نيسان في المركزي كان طلب من المصارف والصرفين المرخصين الاشتراك بالمنصة قبل ذلك الموعد وهنا تفيد المعلومات بأن المركزي مستمر باجتماعاته وهو سيعقد غدا الأربع اجتماعا جديدا لاستكمال البحث بأليات العمل بالمنصة لناحية تدخل المركزي وتمويل المصارف بالدولارات المطلوبة بحيث أن هناك السيناريو هات عدة مطروحة وفي هذا السياق تؤكد مصادر مصرفية أن أجواء إيجابية بدأت تصل للجنة الرقابة على المصرف حيال التزام المصرف بتكوين سيولة بنسبة 3% لدى البنوك المراسلة وتعليقا على ما نشر من أن حاكم المركزي في طريقه إلى تضييق الخناق المفروض على العمليات السحب التي تتوم من الحسابات المصرفية بكل العملات كأجراء إضافي في محاولة للتعامل مع أسباب ارتفاع سعر الصرف علقت مصادر رفعة في المركز عبر الو تي في جازمة بالقول لا تغيير في سياسة المركزي وبالتالي فكل ما يقال غير دقيق فاصل من تابع أخبار المسا من تابع بأخبار المسا المواجهة بين ائتلاف النقابة تنطفد ومجلس نقابة المهندسين الحالة برئاسة النقيب جاد تابت بعدها عم تتابع واليوم عقد الائتلاف مؤتمر رفض خلاله الموازن المطروحة والأعبائية اللي عم تنزيد على المهندسين وجدد أيضا المطالبة بتحديد موعد لانتخابات جديدة للنقابة فيما يتعلق بموضوع الانتخابات النقابية المفروض حصولها منذ أزار 2020 ومن خلال النظر إلى كل المسار القانوني للأمر فلم يعد خافيا على أحد استبسال المجلس الحالي في الحصول على استشارات من أي جهة كانت زاد صفة أو غير زاد صفة وذلك للإدعاء بضرورة تأجيل الانتخابات كما السعي الحثيس في بعض الأحيان للحصول على قوانين من مجلس النواب لتغطية ما كان يتخذ من قرارات خاطئة وغير قانونية كما حصل في نيسان الماضي بخلاف أي قانون يصدر عن المرجع الصالح أي مجلس النواب فإن مجلس النقابة عليه مسؤولية تطبيق مواد قانون تنظيم مهنة الهندسة المعمول بها نحن اليوم محكمون بتطبيق القانون 199 لتمديد المهل والذي قد استسنى النقابات من التمديد لمجالسها بل وعلى العكس فقد ألزمها صراحة بإجراء الانتخابات في موعيد التئام جمعياتها القانونية وفق الأنظمة المعمول بها بالاستناد إلى هذه الأنظمة فإن 14 نيسان هو الموعد الأخير الذي يجب أن تنتهي فيه العملية الانتخابية مع العلم أن لكل عملية انتخابية مهل للإعلان عنها ويجب احترامها أصولا هذا ما لم يقم به المجلس الحالي مخالفا للقانون الملزم بإجراء الانتخابات ومخالفا للأنظمة التي يجب أن يلتزم بها لتحديد المهل وإطلاق إجراء العملية الانتخابية بكافة مراحلها في ظل هذا الواقع وبغياب أي قانون آخر صادر عن مجلس النواب فإن عضوية عشرة أعضاء بالإضافة إلى النقيب تسقط حكما في 14 نيسان وعليه ومع سقوط عضوية أكثر من سلساء المجلس يصبح المجلس بأكمله ساقطا بكامل أعضائه يهم وإتلاف النقابة انطفد أن يذكر بأن الحلول لهذه الأزمة يجب أن تمر حكما عبر الأنظمة المرعية الإجراء والمواد القانونية التي ترعى سير عمل النقابة في مثل هذه الحالات وهي موجودة وقد لحظها المشرع لتطبيقها كما يهم اتلاف النقابة انطفد تحزير مجلس النقابة أن أي عملية التفاف على القوانين الصالحة سيجابه بكل الوسائل القانونية المتاحة وصولا إلى القضاء المختص ومنذ بعض الوقت صدر عن إيادة الجيش مدرية التوجيه البيان الآتي أورد أحد المواقع الإلكترونية خبر مفاده دخول عناصر من مدرية المخابرات إلى مطعم بمنطقة ألمة وقيامهم بالتحقيق مع رواد هذا المطعم على خلفية وجود أحد الكوادر الحزبيين داخل المطعم يهم قيادة الجيش أن تنفي هذا الخبر وتوضح أن دورية من مدرية المخابرات قامت باستطلاع محيط المطعم المذكور تلافيا لوقوع إشكال وذلك بعد توفر معلومات بهذا الخصوص وأيضا تابع البيان تؤكد قيادة الجيش أن أي إجراء تتخذه وحدات الجيش اللبداني يتم بناء على أوامر قيادتها بهدف صون الاستقرار والسلم الأهلي وأيضا تدعو إلى توخي الدقة في تناول أي أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية والعودة إليها للتثبت من صحة هذه المعلومات قبل أن يتم تدولها منتابع بسيئة النشرة رغم كل الانهيار لقطاع العقارات الانهيار الذي يحاصل قطاع العقارات عم يشهد حركة غير مسبوقة فشو هي الأسباب وإلى متى رح يستمر هذا الوضع وهل الوقت مناسب الآن للشراء تقرير ريتة نصور أنجليني وسط كل الانهيار الاقتصادي في لبنان قطاع وحيد يشهد انتعاشا وحركة غير مسبوقة إنه قطاع العقارات ففي العام 2020 وصل عدد عمليات البيع والشراء المسجلة إلى 82 ألفا مقارنة بحوالي 50 ألفا في العام 2019 أما قيمة العقارات المصرح عنها فوصلت إلى 14.4 مليار دولار في العام 2020 أي بارتفاع بلغ 110% مقارنة بالعام 2019 حيث لم تتعد المبالغ حينها الـ 6.8 مليار دولار كيف ذلك واللبناني يعاني شحن في الدولار من جهة وأزمة مصرفية من جهة ثانية؟ الجواب بسيط الشاري حرر جزءا من وديعته غير القادر على الوصول إليها أصلا عبر شراء عقار والدفع بشيك مصرفي والبائع قبل بهذا الشيك لتسديد ديون مترتب عليه للمصارف الموضعين بلشوا يسمعوا بالهير كت وبالكابتال كنترول والمصارف بلشت معاملتها تتغير مع الزبائن نجبروا أنهم يلجعوا لشيء آمن وهذا الشيء كان منيح لكل للعديد من الكطاعات يعني الكطاع المصرفي سكر كثير من الديون المطورين الموضع هرب مصرياته حطهم بأرض بشقة بمكتب هيدا تيظلم أمن عليهم والمطور سد ديناته نشاط القطاع العقاري يمكن وصفه بالمصطنع فالركود عاد ليكون في الواجهة عام 2021 أمر يؤكده نقيب المهندسين جتابت في اتصال مع الو تي في حيث يشير إلى تراجع تراخيص البناء إلى نحو أربعة ملايين متر عام 2020 مقارنة بـ 11 مليون متر عام 2016 أنا ما بسمي ركود مادام ريتا أنا بسمي أنه صار البيع والشرية أصعب لأنه بعد فيه كتير ناس بده تشتري بس الناس اللي بده تبيع قلت لأنه الشاري أجان عم نقول هو بده يدفع ببانكرز تشيك لكن أكثر الناس اللي كانوا محتاجين للبيع بيعوا وسكروا ديونهم أم عملوا اللي بدهم يعملوا بهالفلوس اللي كانت اللي عم بيخذوها بالبانكرز تشيك هلأ إذا ما بتتفعيلهم قسم كاش وقسم بانكرز تشيك ومرات كله كاش ما بده يبيع كيف ستكون الأسعار في السنوات المقبلة وأي فترة هي الأفضل للبيع أو الشراء هلأ الوقت المناسب أنه يشتري لأنه بده يصعب أكثر وأكثر السوق الناس راح تتوقف تاخد بانكرز تشيك مش بالضرورة راح يغلى السوق بس راح ينفقد البرودكت اللي بقدر يشتري وفيما باتت الدول المجاورة كقبرص مثلا وجهة المقتدرين ماديا لتملك العقارات والاستثمار أصبح الشراء شقة في لبنان حلما بالنسبة للشاب اللبناني الذي ما عاد أمامه إلا تكرار المثل الشهير نيال اللي عنده مرأة عنزة بجبل لبنان وفيما سجل لبنان اليوم تحديدا من وزارة الصحية اللي أعلنت مساء 2668 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكم من الحالات المثبتة إلى 465 ألف وسبع إصابات وأيضا للأسف تم تسجيل 48 حالة وفاة دخل القطاع الخاص رسميا اليوم على خط استيراد اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بشركة طيران الشرق الأوسط بدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بشركة طيران الشرق الأوسط باستخدام اللقاح الروسي سبوتنك يلي استوردته شركة فارما لاين ممثلة برجل أعمال اللبناني جاكس الراف وخلال حفل الإطلاق ثمن وزير الصحة حمد حسن الوقع الإجابة لها المبادرة بظل التحديات يلي عم بعيش اللبنان اليوم وزارة الصحة العامة وعم تضحط كل الإشاعات والدعايات المغرضة لاستنسبية معينة بالقطاع الخاص من خلال هالنشاط برهنت أنه فعلا هي بتلاقي المواطن والشركات النقابات إلى منتصف الطريق بس تكون النية والغاية والوسيلة لمصلحة المجتمع أكيد دايما نحن لحنكون داعمين بدوره جاكس الراف رئيس شركة فارما لاين أشاد بهالإنجاز اللبناني خطتنا بالأساس أنه ساهم مع الكتاع العام كشركة أنه نطاعم أول ثلاثة ملاوين خلال سنة هذا التحدي الكبير في تعاون كامل مع وزارة الصحة ما عنا نقص بالكميات أي كميات نقدر نأمن نسرع التلقيح بالمؤسسات المرخصة من قبل وزارة الصحة عم نزيد مراكز منا مركز الميدليست هل يعتبرناه أول مركز خارج مستشفى بعد ما تصدر لقاح فيزر قائمة اللقاحات المتوفرة بلبنان تلقى اليوم أول وزير لبناني لقاح الروسي اللقاح الروسي فعاليته شي 92% ومثل ما كمان قريت ما فيه side effects وأنا عندي ثقة يعني أنه هذا اللقاح جاي من دولي اللي هي معروفة بالعلم والتكنولوجيا وبالتالي عندي ثقة بهذا الموضوع وأنا صرت مآمن أنه كل اللقاحات الموجودة فعلا عندها فعالية المهم أنه ناخد اللقاح من جهة تاني في كتير من موظفي ميدليست رفضوا أخذ اللقاح فكيف رح يتعاملوا المعنيين معهم في ناس ما حبت تاخد اللقاح نسبتهم قليلة بين المضيفين مثلا 15% بالطيارين 3% بمرحلة أولى ما عم نضغط على حدا أنه ياخدوا اللقاح إذا بتنزلي على الفئات يلي أقل تعليما بتلاقي أنه النسبة عالية بس overall نحن عنا 80% طلبوا يتلقحوا بالمرحلة الثانية منفكر كيف بدنا نقنعهم لحتى يتلقحوا لأنه هذا بيصب مصلحتهم ومصلحة جميع العاملين بس بالمرحلة الثانية اللي ما بدهم هلأ بينما في قصم كبير كان محمص لأخذ اللقاح لازم نكون مطعامين كلمان للناس البيئين يشوفونها وحتى نحمي حالنا كمان بالحقيقة اللقاح بده يتأخذ خلع كان الفايزر أو كان الروسي أو غيره كان بالنهي هذا اللقاح أحول الشرين ستشانس لأنه خلص نخلص بقى من كل شي هلأ عم بيصير ويرجع كل شي لحياتنا مثل العادة مثل قبل قررت أخذه كرمان سيفتي تعاولته وتعاول أهلي وكل اللي مشتغلوا معي اعتقادي كل اللقاحات آمنة وسلمة والدليل أنه كل أطباء لبنان أخذوا اللقاح أول ناس وما سروا شي لازم أي لقاح بيتوفر له لازم ياخدوه احنا لأنه الواجهة يعني عم نكون على الطيارة وأكتر شي ناس معرضين يعني فلا نحمي حالنا ونحمي عائلتنا كمان بنصح الكل ياخدوا لهذا الفاكسا إذا نبي باستيراد شركات الأدوية الخاصة للقاح صار متاح فهل رح يوصى المواطن بهالشركات أكتر من الدولة؟ لهون نكون وصلنا لختم أخبار المسألة اليوم أكيد لمزيد فيكونوا يتابعونا عبر صفحاتنا فيسبوك، انستغرام وتويتر شكرا أنه منلتقى بنهار جديد اشتركوا في القناة